مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة طقس لطيف أثناء الليل وكذلك يميل إلى البرود ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر لكن إن شاء الله الأجواء يوم الأحد طقس صيفي معتدل نهار يوم الأحد واعتبارا يوم الأثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدر سنتر المهنية للاستثمارات العقل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون خلال الأليام الثلاثة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطومة وبالتالي تكون درجات الحرارة حول معدلاتها وتكون الأجواء صيفية معتدلة أثناء النهار الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر والصغرى المتوقعة 17 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد أجواء صيفي معتدل أثناء النهار درجات الحرارة أقل من معدلاتها ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية والأجواء أثناء الليل أجواء لطيفة ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية وهي حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة يوم الاثنين والثلاثة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أقل من المعدل أو تقترب قليلا من المعدل درجات الحرارة بحدود 28 درجة مئوية هذه العظمى أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية وأيضا أثناء الليل أجواء لطيفة ودرجة الحرارة 19 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة في المناطق الشمالية إربد 31 و21 عجلون 29 و19 جرش 31 و21 المفرق 30 إلى 19 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المنطقة الوسطى البلقاء 28 و20 مأدبة 27 و20 العمان 27 إلى 20 والزرقاء 30 إلى 21 البحر الميت أجواء حارة 37 إلى 27 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الجنوبية أجواء لطيفة إلى معتدلة في المناطق الجبلية الكارك 28 و19 الطفيلة 27 و19 الشراح 25 و16 معان 29 و19 والعقب أجواء حارة 37 إلى 27 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية أجواء حارة نسبيا الأزرق 33 و20 الصفاوي 33 و20 والرويش 34 إلى 21 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري موسيقى